نجعنا من جديد في زون ميكست مع ضيوفنا اليوم هايفم راجدي وانيس العياري نحكيه معاهم اكيد عطر جرياري التونسي البيلح دونك وصلنا الراديج عادي اول حاجة خلينا بدو من التصريحات مع هايفم الفوليم ميدياتيك والكومينيكاسيون متع هايفم بصراحة مستفز التصريح اللي عملو وحتى بشيات الملاعبية وستف تكنيك متع ستيف معتها موتيفة الملاعبية متع ستيف انتي تشوف الرياكسيون متع جوارات ستيفن بعض ولمدرب متع ستيفن بعض تفهم اللي هو مستفز معنا لازمش جمش واحد يقول كلام التصريح متع رادي في بلاستو ولا لا خلنا نبدأ هو واضحين رادي قداش عندهم من اللي يرجع لتونس سبعة اثمية شهور هاكي اقل شوية اقل جاي في سبتمبر جاي في سبتمبر جاي في سبتمبر باي رادي من اللي غاب غاب 14 سنين بعد على الكورة تع تونس تحبونا نكرة في عشية سنين كورتنا راي تبدلت برش من 2005 اه رواما صحي كورتنا تبدلت بل كده بل كده رادي مالغوز مو بالنسبة رادي ما زالت نقصطوا الالكسبرينس متاع الكورة في تونس خطر رادي كان جات البره تتعدى عادية جدا تتعدى ما نرمال ما في حد شاي خطر يسيروا يسيروا ما بين اللي زنتخناغ يتاكيوا بعضهم ولا في فادل كا ولا فازل كان مشيت البرح رادي البرح كان مشيت راو والا رادي ومالا الدكاراتيو تعرفين باش فاكرتني اه ما خايبت دكاراتيو فاكرتني بسؤلم تا صحافي نيجيريا في ما تقبل ماتش نونسو نيجيريا الجلال القادري الجلال القادري ايه سيسا ايه ما هو رادي راو خن هي خليت تتحط في الكنتكست متاحها اسلام ما عاش كنت حاضر في الكنفرنس ولا هالي في الكنتكست وقتا قالوا البرسيون بش يكون على الاسبرانس ولا على ستيف في خيراتي قالوا ليه ما نصورش قالوا البرسيون بشكون على ستيف خاطر فو الماتش اللي عمانيا في مبارات في مبارات في ماتش في السادي 5 جويه راو لونتصاور رنتونيوان بتاع ستيف كان يجي ما يتفرج في الماتش هداك ما ميرقودش ليت الماتش خايبوا و تخيمة البرسي في وقعنا في شمبينات بتاعنا التارتونس ومي شامل مالا رو هاي فبا في شمبينات دابريك بالي شوية انتقد انتي هوا شتيت يحاد بانجردين في هالي التكتل الدفاعي وليه شوية في الاول العام قال راني جسوي انتقان ده قاعد نكتشف قاعد ندكوفري في الشمبينات في الواقع عمتع تورسيان وتحبوا لاتكرا كان بعيد تتفرج منو وتعيشو راو ستتطافي ديفيرورة مش معناك يما عايش في وسط منها وتولي انتي اكتور معتا برميل الزاكتور الموجودين والبارح راضي يخلس كاش الدكلاراسيون هاي كانت موتيفاسيون كبيرة برش على التزيرين واللي شوفناهم كانوا في الجويل هما قبل الجوارات الاسبرانس في القرحة في التكلوات يفصل لك للديفنسور بتاعهم الاربع تلانين خذوا كارتونات معتا تلمو أغريسيف معتا معتا اللعب و لعب رجولي حتى في كلمهم بعض اللي تحكي معي يقول لك رجعي و رجعي و رجعي بأسور معنا اعطاهم كورة مالو غزمان يقول لك هذي تدخل في الاكسباريونس تعراضي اللي هذوا من الحاجات مثلا اللي راضي يزم ويرجحهم في واقعنا في الشمبينات بتاعنا في خاصة ما بيننا بين العرب و بين كان جيت مع المسار و هرا كانت أكثر هناك سملت راوطة و معندكش فكرة ما اللي كنت يا نيس ؟ شوفوا مفرطة فقها مفرطة كثير من اللزوم الحق تنجم تعمل دي دكلاراسيون و بتاع بروفوكاسيون وم مش الدكلاراسيون هذي خليها بعد الماتش خيئ بو شوف و خصر ما النجمشلوم على روبي برشا خاطر كيما قال هيفهم بعيد على تونس سلاح جديدة بايز متتعامل معها هو سيفريه ممكن شوف ما لقت ليش تفسير أنتي حاسة صاحبك، عب معك برشة لا 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 ما قلت ليش تفسير عليش أول حاجة نعرف للتيب نتع العبد إنه هو ديما ناويه فتاوص ما ما قصد هينا شي نتصور مكينش هيتصوره بش تعمل örليمة هذي هو ديما متفئر إنه تاراجي كبير وبالاسما نتع التاراجي ونجم مكرازي أي جماعي وكورة القدم ما فياش حكاة مسابقة ديما الحقيقة الميدان هي حقيقة غير لدكلاراسيون والتصريحات والمشاكل اللي وبرا تصير أراضي ملقيت ليش تفسير على خطر نعرف التيب انت العبد لي هو سيريو يخو الحاجات موجش يحقر ستيف ويبشي حظر الستيف ويعطيها أكثر أهمية الدكلاراسيون معا البرستاسيون اللي العباها التاراجي سرتوه في البرمير ميتان معا الخيبة معا برشة حاجات الدكلاراسيون وذي ولت هي ولت هي الإشعاع ولت هي اللي غيرت شكل المباراة بيأسور نعم ترشوف زده هو زودلها شوية مدرب الستيف كيقول لك احنا حطيناها في قلوبنا وحطيناها وحطيناها سيفريا هو ما تزيريه يعني هو قال لجوار أنا ما شفتهاش قال خاطرنا راقد عمل هو بيلو وذي من حقه هو جاي بشي يلعب ورقة الترشع كالسواب الدكلاراسيون ولا ما غير الدكلاراسيون هو بشي يلعب حقاش في الخسارة نياه اي اما هو جاي لتونس هنا بشي ترشع زده هو مش الدكلاراسيون بتاع أراضي هي اللي بدلت وجبت الترح هو بارح انجح على المستوى الفني كي نحكيه وهيتم إنجاح تفوق على دكما راضي العب ذكر موالي عندو العب ذكر موالي عندو عرافوا يلعب على الـ . فورم تيعون ويتيح البلوك. لكن في الترانزيسيون ستيف البارح فيش وجاع التراجي. واشنية الاليات اللي عندو. نجح على كورة. نشوفها انا موفي بلاسمان وفي الكوفيرتور. اني النجم ميكون الكوليبالي الحق اليوم ميزن بارشة مراجعة للملاعب هذي. التراجي علش مي نجمشي العبزوزة وسط ميدان دفاعي وتخلي عليه الكوليبالي. هل الكوليبالي لازم يكون في التشكيلة. خاصة انو انتي خاص لك. انا جو نعمل شانجمون. ايه. انا جو نعمل شانجمون. ايه. اللون في اللي شانجمون. عليش في اللا ربعة وثمانين. و عليش في الستة وثمانين. هل تعلم تغيرات.